من الأمور اللي لو أصابك فيها الشتات عمرك يضيع هو علاقتك بأمر الله بتكليف ربنا الشرعي إحنا هنا في الدنيا وده يبدو إنه موضوع أساسي جداً بس ساعات بيتنسي إنه هنا في الدنيا عباد الدنيا دي اسمها دار التكليف ربنا بيكلفنا بحاجات أمر من ربنا الحاجات اللي تنفعنا ونهي من ربنا نبعد عن الحاجات اللي بتأذينا وعدين في آخرة هنقف فيها بنئدين ربنا يسألنا على الأوامر دي البني أدم لما بيصاب بالشتات في علاقته بأمر الله وامتثاله كعبد لأوامر ربنا ممكن عمره يضيع فتعالوا النهاردة ننتقل من الشتات إلى اليقين وتبقى بصير لطبيعة علاقتك ومراجعتك لنفسك في تكليف ربنا ليك وأوامره الحقيقة الأولانية اللي لازم تبقى بصير بيها إن الصح والغلط معياره هو كلام ربنا مهما تغير الزمان وتغير الناس أيوا يا فندم الثقافات والأخلاق دخلت على بعض والناس اللي مؤمنين بالله واليوم الآخر اطلعوا على أخلاق الناس اللي مش مؤمنين بربنا ودخل الثقافات والأفكار والعادات اللي يبسط واللي يزعل بقت الشعوب كلها عارفة ده فتغير الزمان والحاجة الغالية عند ربنا لسه غالية في قلبك والحاجة الكبيرة عند ربنا لسه كبيرة في قلبك الحرام زمان حرام دلوقتي والحلال زمان حلال دلوقتي لأن ربنا ما عندهش مصلحة هو بيأمر الإنسان بما ينفعه وينهى عما يؤذيه لشان كده ربنا يقول لك ما تتشتتش الرب رب والعبد عبد والصح اللي ربنا يقول عليه قال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب يعني أرجع أستشير الشرع هو المبضى صح هو الخمرة لسه من الكبائر حتى لو بتشوف صورها كتير في إيد ناس صحابك على الإنستجرام أيوة يا فندم دي من أكبر الكبائر هو الكذب لسه من الكبائر أيوة يا فندم لأن كله خداع والمؤمن لا يكذب هو اللي اجتهت في الشغل وإنك ما تضيعش دقيقة عشان تحلل لقمة عيشك ده مهم أيوة يا فندم ده سر البركة هو الأدال لما يقدم مهما كان أي حاجة في إيدي قاسبها وروح لربنا أيوة لربنا خلى النبي يقول أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها أيوة حضرتك لسه إلى الآن العلاقة بين الولد والبنت بره إطار الجواز بتضلم القلب لأن ربنا قال كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم يعني أطهر لقلوبهم إن الله خبير بما يصنعون فلما يحصل اختلاف في المجتمعات عايزة فكرك بالحقيقة دي اللي تبقى بصير بيها تنقلك على طول في علاقتك بأمر ربنا من الشتات لليقين صح اللي ربنا قال عليه والغلط الأذى اللي ربنا نهى عنه وكان سيدنا النبي يقول كده عليه الصلاة والسلام ما تركت من أمر يقربكم من الله ويقربكم من الجنة ويباعدكم عن النار إلا ودللتكم عليه وما تركت من أمر يبعدكم عن الله يبعدكم عن الجنة يقربكم من النار إلا ونهيتكم عنه عشان كده دايما كان ربنا يقول لنا نعمل الصحة والغلط نرجع لمين فربك يقول سبحانه وتعالى إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين اللي يفصل لك الصحة والغلط مش الكالتشر الثقافة ولا كلام الناس ولا السوشال ميديا بيقول إيه اللي يفصل لك يريح بالك ويهديك من الشتات ده ويوصلك لمرحلة السكينة دايما ترجع لربنا عملت الصحة شكره غلطت اعتذر له عشان المعيار ما يتغيرش وده اللي بيسميه المتخصصين التنافر المعرفي إنك انت في الفطرة بتاعتك عارف الصحة والغلط فلما بتعمل سلوكيات تنافي فطرتك ما بتبقاش راضي عن نفسك ويبقى فيه جواك صراع أجزاء كده شتات جواك الصح فطرتك بتنده عليه والسلوك غلط فيبقى الإنسان يبص في المراية مش راضي عن نفسه ومش متطم من المستقبله عكس السكينة اللي بتجيه لك لما تبقى بصير إن الصحة والغلط معياره أمر ربنا ترجمة نانسي قنقر